الحقيقة لا بد من التعاطي في هذا الموضوع مع جذور أو الأسباب الحقيقية لكي تتم المعالجات بشكل حقيقية فانطلقنا من هذا، انطلقنا من حقيقة اقتصادية حاكمة وصارمة وهي لا بد من توازن بين العرض والطلب لكي يستقر السعر عند المستوى المرهوب أو المستهدف وكان هناك مشكلة في الطلب وليس في العرض ليست لدينا مشكلة اقتصادية أو نقدية في توفير ما يحتاج السوق من الدولار الأمريكي لكن كانت هناك مشكلة في الطلب على الدولار من حيث استخدام النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه فيه حينه اللي هو المنصة الألكترونية وكان الاستعداد بصراحة غير متوفرة على مستوى السوق في التعاطي مع هذه المنصة لأنها تتطلب كثير من الإجراءات التي تتحقق وتدقق في العمليات بشكل مسبق لتنفيذها قبل كان يجري التدقيق بعد إجراء العمليات وهذا كان يطلب وقت بالنسبة للمستورد أو الذي يحتاج الدولار ويتطلب عناية وفق المعايير الدولية اللي نستخدمها ووفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فحصل خلل بين العرض والطلب لذلك حاولنا أن نفتح أكثر قدر ممكن من القنوات وتزهيل كثير من الطلبات باتجاهات مختلفة لكي نخلق عملية التوازن هذه سواء بالنسبة لمتطلبات الأفراد طلب الأفراد وفرنا يعني أدة وسائل لتنفيذ طلبات الأفراد للسفر للعلاج للدراسة للتحويلات الشخصية للشراء بضايع ويمكن تلاحظون هناك قفزة كبيرة في استخدامات البطاقات الإلكترونية وهذه تستخدم للأفراد لمختلف حاجاتهم نفس الشيء عملنا لجذب أكبر عدد ممكن من التجار وأصحاب الشركات للدخول في المنصة في البداية كان عدد متواضع جدا من دخل المنصة والباقي كان مترددا لكن لم يجدوا طريقا آخر غير سلوك هذا الطريق لإجراء تحويلاتهم الخارجية لذلك الآن العدد تضاعف أضعاف مضاعفة وكذلك القيم أيضا صارت أكثر ولذلك بدأ التوازن يحصل بين العرض والطلب وهو ما نشاهده هذه الأيام من أن هناك انخفاض واضح في الفرق في سعر الأسر ترجمة نانسي قنقر